أغلقت السلطات بمحافظة حضر موت ثلاث مناطق بصورة كاملة في مدينة سيئون بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا وأعلن الناطق الرسمي بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضر موت الوادي والصحراء اكتشاف ثلاث حالات مشتبه في منطقة الغرفة بمديرية سيئون قادمة من عدن وينضم إلينا الآن مرسلنا في سيئون عبدالله مؤمن ليطلعنا على آخر المستجدات بخصوص اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها السلطات عقب اكتشافها أهلا بك عبدالله أهلا بك طبعا بنسبة للإجراءات الاحترازية التي تمت اتخاذها مباشرة حالة اكتشاف هذه الحالات هي عبارة عن كما ذكرتم في خطر ثلاث مناطق رئيسية في مدينة سيئون ضرب مدينة سيئون بالتحديد منطقة الغرفة والمناطق المجاورة لها بشكل كامل ولمدة أسبوعين بخصف الناطق الرسمي لمكتب وزارة الصحة هنا في وادي حضر موت أيضا فريق الترصد الوبائي في المحافظة عمل على رصد المخالصين بهذه الحالات الثلاثة التي قدمت من عدن نهاية هذا الأسبوع هذه العداد المخالصين حتى الآن يتحدثون عن تسعة وثلاثين واحد من المخالصين وثلاثين فرد جميعهم بصحة جيدة حتى الآن تقوم أفريقا ترصد الوبائي بتعقبهم ومتابعتهم أيضا ومتابعة حالاتهم الصحية قبل لحظات من الآن أعلنت أيضا منظب أعلن مكتب الصحة بتاح المحافظة حضر موت عن تذكير خمس حالات الصابة جديدة يرتفع العدد في ساح الحضر موت إلى تذك حالات الصابة وفي وادي حضر موت ثلاث حالات الصابة العدد الآن 12 الصابة في فيروس كورونا هنا في محافظة حضر موت بشكل عام طبعا الأطفاء كانوا قد حذروا المواطنين القادمين من عدن بأخذ الحيطة والبقاء والتزام بيوتهم لمدة 14 يوم حتى لا يعرضوا المجتمع بشكل كامل لخطر الوباء خصوصا أننا في محافظة حضر موت رغم أن المحافظة كانت قد أعلن إغلاق المحافظة بشكل كامل وإغلاق منافذها سواء كانت باتجاه مدينة عدن إلا أننا للأسف الشديد هناك نتحدثون عن الشكاوي واختراكات لهذا الإغلاق هناك لا زالت مجاميع من المواطنين يمرون من محافظة عدن والمحافظات الأخرى باتجاه محافظة حضر موت وبالتالي ربما حصلت هذه الإشكالية حتى الآن عبر منافذ مختلفة خصوصا أن المنفذ الغربي كان قد أغلقه محافظة المحافظة بقرار منذ إعلان أول اكتياف حالة في عدن نعم عبد الله يعني مع كل هذه الإجراءات في حضر موت الآن كيف ترى رد فعل الشارع في حضر موت يعني كما تعلم أهم دور الآن هو دور المواطن والالتزام بالإجراءات الاحترازية فكيف هي ردود الأفعال من حولك نعم بالنسبة لجزء الحالة طبعا المواطنين الآن والسلطة معا أيضا ربما في كرارات وخيارات صعبة أمامهم الرهان فيها بشكل أساسي يعتمد على وعي المواطنين اكتزامهم بالإجراءات الحكومية رغم أن هذه الإجراءات ربما تعد قاسية بحق المؤمن هنا خصوصا مع غياب البدائل المختلفة حيث أن هنا المجتمع بشكل عام وكثير من الفئات تعتمد بشكل رئيسي على دخلها اليومي وبالتالي المواطنين هنا ربما حالة من القلق حالة من القوف تعمل الشارع بشكل عام خصوصا الإجراءات تشتتت حضر التجوال أن يبدأ من الساعة الرابعة عصرا حتى الرابعة فجرا أوقات الضروة الرئيسية وبالتالي المواطنون هناك ربما حالات معينة في بعض المناطق لا زالت موجود استهدار لا زال هناك تهامل لا زال الكثير لا يكترثون بالإجراءات وأيضا الآخرين الذين ربما يريدون أن يتخذوا تذير في الظروف المعيشية الصعبة إلى جانب أيضا اعتمادهم على دخلهم اليومي يحلون بينهم وبين اتخاذ تذبير وبالتالي يجد المواطن أنه على السلطات المحلية اتخاذ حلول وبدائل مناسبة تمكنهم من أخذ تذبير مختلفة حتى لا يتفشى المرضى شكرا لك عبدالله مؤمن مراسلنا من سيئون حضر موت اشتركوا في القناة